السلام عليكم معكم ياسر اليوم راح نعرف اسهل طريقة لتعلم البيتي اس قبل ان نبدأ عطينا لايك واشترك في القناة وفعل زر التنبيه اذا كنت بيه اي شي جديد يوصل لك ديركت في البداية نبي نعرف كيف نشتري شهادة البيتي اس نروح لموقع الين سيكوريتي الرسمي ونروح لخانة اللي هي شوبينج كارت ونروح الى البيتي اس تشوفون فيه فل وإليت كل واحد لها سعر محدد الفرق بين الفل والإليت فرق بصير الإليت عندك ثلاث محاولات للاختفار اذا ما نجحت المرؤول عندك الثاني والثالثة الإليت برضو عندك يمديك تحمل المنهج بصيغة بي دي اف والإليت برضو عندك الأكسس في اللاب ممدة الشغل على اللاب أو تطبيق على اللاباتها ستين ساعة هذا مجموعة والإليت برضو في فيديوهات شرح يشرحها يمديك توصل لها تمام بالفل ما عندك الصلاحية انك تشوف الهوديهات ما عندك الصلاحية انك تحمل صيغة المنهج بصيغة بي دي اف وما عندك إلا محاول واحدة في الاختفار تمام كيف نشتريها بشكل بسيط يعني ما يحتاج مثلا نختار الفل نحط آد آيتم تو كارت تمام وبعدين هذي عندنا نستخدم أي كود موجود من الخصومات طبعا كل شهرين يجي خصم أي خصم مثلا ونسوي رديم وراح يسوي خصم طبعا خصم مقديم أوكي ما رح يخصم شي طيب لما نحن نسوي حساب في البداية ونشتري الشهادة على حساب الإيميل تمام بعدين كيف نروح لندخل المحتوانة طبعا نروح لجوجل راح نكتب إيلين سيكوريتي ممبر ونروح لسان إن طبعا نجيك هنا إيميل وباسوود بس أدخل الإيميل باسوود راجع لكم لما ندخل الإيميل باسوود راح جيكم الصفحة هذه تمام ونشرح لكم الأشياء التي تحتاجونها الكورس في القائمة هذه ما يحتاج هي صفحة رئيسية في الكورس طبعا نجيك بشكل مربع هنا تدخل فيه المنهج أو سلادات اللي يقدمونها تمام عندك كترين مبات ما تهمك حاليا فيرشو اللاب لهو تطبيق العملي عليها والإقزام من هنا تبدأ الإقزام أي وقت ممكن تبيه تختبر المدة للاختبار ثلاث أيام العشرين سؤال كل سؤال اختيارات كل سؤال في الاختيارات يعطيك متطلب عملي طبقه عشان نجيب الحل فيه تمام أنا الحمد لله عديت البيت اس وكان واخدت 18 من العشرين حمد لله طيب نرجع لالكورسس ونعرف كيف رح نذاكر طبعا أول ما تفتح رح تلاقي القائمة هذي كورس كونتنت بعدين رح تلاقي الكودينج بعدين رح تلاقي القائمة هذي شوفوا الآن كبداية مثل ما قلتكم لازيكون عندكم خلفية عن شبكات وخلفية عن سيكورتر بلاس عشان تمشي أمورك ولا تواجه صعوبات مثلا أنت بديت الآن تمام إمكانكم تقرون الانتروتاكشون بشكل سريع وعندكم معلومات في مهمة في استخدام ويرشارك وعندكم ريسورسس هنا هذي الفيديو هذي اذا كان عندك إليت أنا شاري الإليت وهذي فيديو هذي تدخلي من هنا واللاب حق الجسئي هذي هذا هو اللاب حقها طبعا الصح ما يفيد تكن بس أنه أنا خلصت الجسئ هذا ولا ما خلصتها تمام نتورك هذي جدا مهمة كبداية بالنقطة المهمة اللي تتكلم فيها الراوت الراوت النقطة هذي ترك في الاختبار إذا عرفت تحلى الباقي سهلات لازم تعرف الراوت كويس بكل طرق تمام هو يشرح في الداخل سليدات عن الراوت إلى آخره برضو هنا في في فيديو يشرح لك استخدام الوائر شاك في المحتوى هذا تمام وفي لابات اللي هو Find Secret Safer و Data Exploration تمام اللي هو Find Secret Safer هو اللاب اللي هو تربط الراوت إلى شبكتك تمام الراوت نقطة جدا مهمة طيب الوب أبلكيشن برضو نقطة جدا مهمة راح تعلمك أساسيات في الوب أبلكيشن قبل لا تخش تعلمك البرب سويت في فيديو أو تعلمك الكوكي إلى آخره تمام برب سويت برضو تعلمك في أساسيات البرب سويت جدا مهمة عندك اللاب الأول هو برب سويت بايسيكس راح تعرف كيف تتعامل مع أداة البرب سويت مثل ما قلنا إحنا BTS أنت قاعد تتعلم الأدوات وش الأدوات هذي وكيف تستعملها هذا هذا في البيتس جزئية جزئية البروغرامنج الأمانة صراحة إذا كنت بيذكرها ذكرها بكيفك بس الأمانة ما تجي منها في اختبار أبدا بس إذا كنت بتذكرها ذكرها تعلمك الأساسيات في C++ والبيتون تمام نجي هنا المحتوى الثقيل تمام في البداية الانفرميشن جزئية اللي هو جمع المعلومات الأمانة هذه الجزئية مو مرة مهمة في الاختبار ما رح تسفيد منها بالعربي ما يجي منها شي الاختبار مثل ما تشايفين بس تعلمك كيف تجمع المعلومات هي خطوة مهمة جدا تمام بس كثير إجهلها كويس أنك تعرفها كويس تعرفها كأساسيات بس ما رح تجي بالاختبار وش رح يتقدم في مواقع مخصصة جمع فيه معلومات بوت برينتين سكاننغ اللي هو فحص الأجهزة وكيف تستخدمها هذه خطوة جدا مهمة كيف تستعمل أداة الانماب مثل ما تشايفين وتفحص الأجهزة عندك مروبول أساسمنت هذه أداة النسوس الأمان ترى هذا سهل جدا للشابتر يعني ما هو صعب طلبها انك تفحص في النسوس طبعا هالنسوس كل اختصار تفحص الجهاز وش الثغرات اللي فيه ويعطيك برينت كامل عن الثغرة وكيف إصلاحها الوب أبتاك لأمانة أنا أشوف أني أمشي بعد information gathering بوت برينتين برينتين بعدين أوقف وأطمر لورا ليش الوب أنا أشوف في صراحة أفضل شي يكون آخر شي عشان تمزمز عليه أنه جزئية كاملة ثانية أنت الحين قعد تكلم على اختلاق الأجهزة والأنظمة التشغيل إلى آخر أما لما تجي في الوب جزئية ثانية تتعامل مع واقع تتعامل مع أداة البروب سويت كيف الدير بالآخر هين الأدوات اللي يطلبها طبعا الأدوات المهمة رح أقول آخر الشرح تمام عندك شرح لها الأدوات مثل متشايفين طبعا كل جزئية في لها لابات خاصة وعندك السيستم التاك مثل متشايفين هنا لما تضغطون عليها رح يعطيك الأساس هنا يقول هنا أول شي ترى في إلي كنت بتضغط السعود عشان تفتح ال PDF و هنا الفيديوهات إذا كان عندك فيديوهات RD تمام طبعا هالجزئية ما في لابات بس حلوة أنك تتعلم عليها عندك نتورك أتاك برضو يعني شوف أهم يعني أشياء اللي تشوفون ها هنا الأشياء اللي معيار الثقيل نتورك أتاك وب أتاك شي اسمه وب أب أب تعلم بروب سويت عشان في الوب و راوتين برضو خطوة مجد مهمة وسكان برضو لازم تعرف كويس برب سهلة و سهلة تمام بس العيار الثقيل عندك نتورك أتاك و وب أتاك تمام طيب أنت لحين خلصت هنا أو أقول لكم حاجة بسيطة تحمس ني كيف أقرس لادات مثلا أنتم من فتحت الف لو انتم شهرين الإليت راح جيكم بس تشوف أنه مرة كثير طيب أنا شوف في طريقة أحسن لما تضغط على ستودي مثلا راح يفتح لك كباور بوينت راح يجيك لما تضغط كليك يروح الشيء البعده طبعا الوب هنا مرة مرة مفيدة عندك وكال هاكينج هذي نقطة يعني كويسة بعدين بس ما هي داخل الاختبار عموما أنا ما بيتعمق بهذا الشيء هذ الأشياء اللي راح تستخدم في الاختبار والأدوات المهمة راح تستخدم في الاختبار عندك روب سويت تتعلم أساسيات في الوب أملكيشن الراوت نقطة جدا مهمة كيف تعرفها وير شارك برضو أداء مرة مهمة في الاختبار عندك برضو الماب أداء جدا مهمة جدا جدا مهمة من أهم أدوات هي الأساس هي أساس الشيء اللي تبدأ فيه تمام تفحص كل شوي تفحص تمام عندك الوب أتاك الأدوات المهمة عندك ديرب بوستر أو ديرب بس يفضل تستخدم ديرب بوستر ال XSS برضو مهمة ال S-Conjunction S-Con-Map هذي الأدوات كلها مهمة تمام فعندك في System Attack John Reaver برضو مهمة لفك الهاش الأدوات برضو مهمة في الاختبار Hydra تفك أن يتسوي عندك لستة وتجرب الوزر نيم الباسور عندك نال سيشن برضو مره مره مهمة في أداء لأمانة صراحة حس أني ما ذكره في السلادات وزاعدت لك كثير الاختبار اللي هي أداء اسمها SMB Map هنا عشان تقدر تدخل الجهاز وتدخل الملف بس ما أدري إذا هو ذكره أو لا بس لذلك ما أدري Arp Spoofing ما يحتاج بس كويس أنك تتعلم عليها للبعدين Metisupploid من أهم الأدوات معروف Metisupploid داخل فيه Metisupploid لما تدخل الجهاز و عندك هنا اللابات طبعا على عندك برضا اللابات هنا علي كل جزئية طبعا آخر جزئية فيه لابات هنا يقول Blackbox 1 2 3 إذا كنت بتحلى كويس تعلمك تعطيك يعني كأنك في اختبار بس الأمانة Blackbox أصعب ممكن أربع وخمس مرات من الاختبار العادي إذا كنت بتشوف كيف طيب كيف روح اللابات في حاجة مهمة قبل لتبدأ عندك الهيرة manual أو ما تدخل هنا شوف الPDF هذا شوف الجهاز اللي رح تشتغى عليه ويندوز ولا لينيكس اللي هو مثلا Kali ويفضل انه Kali تمام بعدين راح اقول لكم من اللعف يفضل انه Kali اللي هو نظام لينيكس عشان تقدر تتعامل وتطبق على أجهزة فيها ثغرات تمام مثل انت شايفين هنا بوريكم وين اللي هو لينيكس يوزر وشي تسوي في الكالي طبع عشان تحمل لأداة OpenVPN تحتاج انك تكتب هذا command apt install y openvpn وبرضو عندك هنا command اللي هو y m install y openvpn انت الحين معك أداة OpenVpn عشان تشغل أي لاب تحمل ملف بورديكم الآن كيف رح تكون طريقة مثلا نختار أي لاب من اللابات قبل لأن نختار عشان تشوف محتوى اللاب والسؤال تمام والحل رح تكون في manual هنا PDF تطرط عليها يكون هو ال structure حق يقول لك description حق اللاب هذا وكيف رح يكون الهدف من نوع التوز اللي رح تستخدم ها برضو برضو هنا عندك السبس اللي رح تتبعها خطوة خطوة وعندك solution الامانة صراحة ما شوف انك تاخذ solution إلا ما ما بعد خلاص انه ما قدر تحل لها روح حتى بعد برضو حاطر ملاحظة لا تجيها إلا لما تكون خلاص مرة ما تقدر تمام تمام هذا الحال هنا مثل ملتشايفين كيف طبعا أو ما تبدون رح وديكم نصفحة ثانية تحط username وباسورد هذا رح تستخدم دائما في إدخال العمل في BTS تمام أنا ودي أشغلك نظام الوهمي هو VMware هال اللي أستخدم في تطبيق الاختبار الاختراق في شهادة BTS اللي رح يساعدك جدا جدا كثير في ممارسة يدك وفي واستخدام الأدوات تمام أنا منزل وشو منزل كالي منزل ويندوز سبن منزل متاسي بلويت ومنزل ويندوز 2003 تمام لو نبي نحن نشغل كالي طبعا بيطول معنا رح نشغله ونخلي على جنب تمام فنشغله بس عشان أوريكم كيف أبتح اللاب تمام طيب قبل نشوف الكالي بوريكم ناس يشرحون البيت اس بشكل جميل ومبسط وواضح عندنا أخونا عبد الرحمن عنده هو يسوي سلادات ويكتبها ويشرح من نفسه صراحة إنسان جدا ومتاز وشرح جدا بسيط وواضح عندك برضو شخص اللي هو تيكناوي هذا إنسان جدا فاهم وعنده خبرة 20 سنة في بنت تيست يعني رح يساعدك كثير في دراستك هذا بث له الساعات مو لازم تشوف كشي بس لما تشوف البث صراحة يعني بتشوف أشياء رح تساعدك كثير ورح تفهم أشياء ما ما فهم تمثلا من السلايدات إذا ما عرف أي حاجة في السلايدات أبحث عنها وقرأ عنها اللي هي الشيء صعب عليك أنت ما عندك لغة لغتك ضعيف للإنجليزي مو مشكلة أنت حاول أنك ترجم الكلام وحاول أنك تتعلم وتطور إنجليزتك مرة وحدة لا تخلي إنجليزي عندك عائق وما تقدر تتعلم لا تقدر تتعلم احفظ من الصلاحات كبداية ومع الوقت تتعلم إنجليزي ستتطور وطبعا مع الممارسة تمام نشوف هنا إذا الكالي اشتغل ولا لا تمام والواضح نمطوض طيب لو روح إحنا هنا طبعا روابط لأخونا عبد الرحمن عنده المحاطرة التورك أتاك مثل ما وريتكم في ثلاثات وتكلم عنها بسكل بسيط ومبسط عندنا أخونا تكناو إنسان جدا سطورة صراحة بالنسبة لي الإقزام الإقزام يمكنك تختبر أي وقت تبي بس خلاص أضغط الإقزام ويبدأ الاختبار وي ش اسمو يعني تحمل ملف هنا رح يعلم لقيوت و و و و رح يجيك أو بي بي إن وتشبك البي بي على الكالي حقك وتبدأ الاختبار طبعا هذو الكالي تحمل عندنا تمام في اختبار اختراف لا يعني اللينكس أو الكالي خلاص هو حق اختراف بس لا بإمكان إني أجي أخترق من الويندوز من اللينكس عادي الكالي إنه تجميعة بسيطة لتسهيل حياتك فهمت عشان ما تقدرك شوي تحمل كل أدا تمام طبعا في البي تي اس لازم تعرفون أساسيات اللي هي الكماند إذا إحنا مثلا أسري نسوي CD download ملف ندخل على ملف download نسوي LS نشوف الأشياء الموجودة داخل ملف مثل ما انتم شايفين دخلت من البراؤسر حق الكالي كيف تحمل كالي كيف تحمل وندوز ما إذا كنت تبغون أسوي الفيديو عن التحميل الأنظمة وروني تفاعلكم في اللايكات وبإذن الله إذا شفت في تفاعل ومن الناس بدنا اللي بسوي فيديو خاص لتحميل الأنظمة طيب فدحنا وبراوزر في ورحنا لإلين سيكوريتي منبر ودخل من جديد طبعا هذو ملف إحنا شغلناه من الويندوز عادي يكون عادي التحميل نضغط المفتاح save file خلاص تحمل عندنا الفايل باسم find secret server وروح الث وإن الملف find secret server نكتب open vpn نكتب vpn نكتب vpn ننصخ ctrl alt c ctrl alt v username password publishing no a c c l ip config c public ip have have ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر